قالت بوابة أخبار اليوم المصرية إن وحدة الملكية الفكرية والتنافسية تعقد الاجتماع الحادي عشر للجنة الفنية للملكية الفكرية والذي انطلقت فعلياته بالأمس ويستمر حتى اليوم الرابع عشر من سبتمبر بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ويتضمن جدول أعمال الاجتماع متابعة تنفيذ توصيات اللجان الفرعية ومناقشة أليات إعداد وثيقة عن واقع الملكية الصناعية بالدول العربية الملكية الفكرية في العالم العربي هي من أهم القضايا التي تهتم بها المؤسسات الثقافية والفنية الفكرية والسياسية وأيضا قطعت العديد من البلدين العربية شوطا كبيرا في هذا المجال من خلال القوانين والقواعد المنظمة لحقوق الملكية الفكرية الاحتفاظ بين القابل المقامات الثانية للجميع الجلسة كانت مميزة كلها حتى بامتياز من ناحية الحضور المشاركة كل مكاتب الملكية الفكرية كانت حريصة على المشاركة في الاجتماع الحادي عشر وعندنا كان فيه بند جديد إحنا طرحناه فيما يستجد من أعمال كان باقتراح من الأمانة العامة للجمع العربية والهيئة السعودية للملكية الفكرية حتقدم برامج تدريبية للدول العربية بالإضافة للبنود الأخرى اللي عندنا اللي تم بإنه فتح مراكز لدعم الإبتكار والتطوير لأنه عندنا لغاية الآن 12 مركز أو 12 دولة عربية أصبح موضوع الملكية الفكرية يعني كما كنا نأمل يعني أصبح حديثة جميع نحن عندنا محورين أساسين في الملكية الفكرية الملكية الأدبية والملكية الصناعية هذا الجهاز الجديد سيكون مسؤولا عن كل مكاتب الملكية الفكرية بمعنى أن كل مهام ومسؤوليات المكاتب الموزعة الآن على وزارات مختلفة ستقول إلى هذا الجهاز بحيث يكون هو الجهة المسؤولة والمعنية عن ملف الملكية الفكرية في الدولة فرصة دائما لوجود زملاء من دول عربية شقيقة لتبادل الأراء والخبرات دورا رئيسي في تطوير هذه المضومة بناء القدرات تعزيز حماية الملكية الفكرية طبعا نحن نتشارك مع زملائنا في المنطقة العربية في نقل المعارف وكذلك بناء فيما يتعلق باستراتيجات خاصة بالصناعات الإبداعية فيما يتعلق بحقوق المؤلفة وحقوق الوجارة هذا الدور الرئيسي لنا ونقل هذه المعارف وهذه التجارة على اساس نرفع من الكفاءات والخاصة بالمنطقة العربية ومكاتب الدول العربية اليوم ناقشنا ملفات عديدة ولكن من أهمها وهو تحدي حاليا عالمي مو بس فقط على مستوى الدول العربية إنه هو كيفية تسجيل أو إداء الذكاء الاصطناعي شون رح يتم تسجيله في مكاتبنا العربية فهذا تحدي قاعد نمر فيه إن شاء الله وإن شاء الله إحنا في الأيام الجاية بنلاقي حل وما رح نكون ردة فعل ونكون بدنا قدها إن شاء الله